بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد وضمن واضيع الباب الثاني بعنوان Basic Computer Organization and Design ننتقل إلى الموضوع التالي Store Program Organization وهو طريقة لتنظيم الحاسب تثمى تنظيم البرنامج المخزن أو المحفوظ وأبسط طريقة لتنظيم الحاسب هو أن يكون لدي هذا الحاسب معالج واحد وتعليمة تتكون من جزئين إذن The simplest way to organize a computer is to have one processor معالج واحد and an instruction code with two parts وشفرة تعليمة تتكون من جزئين هذين الجزئين كما رأينا في الدرس السابق هما جزء العنوان الأدريس بارت وجزء العمليات الأوبريشن بارت ويسمى أيضا الأوب كود إذن نلخص أبسط تنظيم هو أن يكون لدينا معالج واحد وتعليمة من جزئين جزء للعنوان وجزء للعمليات أين نجد هذه التعليمات؟ غالبا ما يكون في ذاكرة الحاسب قسمين قسم نخزن فيه هذه التعليمات وقسم نخزن فيه البيانات التي يمكن أن تستدعى لإجراء العمليات عليها وهذا هو السبب الذي جعل اسم هذا التنظيم استورد بروغرام يعني تعليمات مخزنة في الزاكرة لنفرض أن هذه زاكرة حاسب تكون مقسومة إلى قسمين قسم للتعليمات وهي البرنامج قلنا أن البرنامج عبارة عن مجموعة من التعليمات وقسم للبيانات لنفرض أن عدد البيتس المستخدمة في جزء العناوين من التعليمة كان 12 بيت في هذا النوع 12 بيتس are needed to specify an address نحتاج إلى عدد 12 رغم سنائي لنحدد أحد العناوين وعليه يكون طول الأدرس بارت من التعليمة address part links هو 12 طيب السؤال كم عنوانا نستطيع أن نشكل من عدد 12 رقم سنائي الإجابة هي توافق هذه الـ 12 رقم سنائي توافق 12 رقم سنائي نحصل عليها بحساب 2 مرفوع للقوة 12 وهذه ناتجها 4096 عنوانا في عالم الحاسبات هذه تسمى 4 كيلو بيت تساوي 4096 وعليك أن تحسب كم يساوي الـ 1 كيلو بيت إذا كان هناك شفرة تعليمة أو تعليمة مخزنة في ذاكرة سعة المواقع فيها تساوي 16 بيت عندنا ذاكرة بها مواقع للتخزين مختلفة وسعة كل مكان من هذه الأمكنة هو 16 بيت وقبل قليل رأينا أننا نحتاج إلى 12 بيت لجزء العنوان إذا أتينا بهذه التعليمة وخزنها في هذه الذاكرة سنجد أن لدينا 4 بيت متوفرة لماذا؟ لأن تعليمة تصبح هكذا فيها جزء العنوان ونعرف أنه 12 بيت وبما أن السعة الكلية للذاكرة هي 16 بيت فلدينا 4 بيت هنا يمكن استخدامها لجزء العمليات من التعليمة والسؤال مرة أخرى كم عملية نستطيع أن نشكل من هذه الأربعة بيت وأيضا باستخدام التوافق عدد العمليات يساوي 2 مرفوع للقوة 4 يساوي 16 عملية نستطيع أن نجلس 16 عملية مختلفة باستخدام توافق عدد 4 بيت بين أي البيانات تجري العمليات؟ دائما تجري العملية في الحاسب بين البيانات التي نأتي بها من قسم البيانات في الذاكرة وبين محتويات سجل يسمى الأكموليتر ريجستر ويغمز له بالأي سي ريجستر العملية الحسابية أو المنطقية تحتاج إلى طرفين طرف أول دائما يكون موجود في سجل يسمى أكموليتر ريجستر وطرف ثاني نأتي به من قسم البيانات في الذاكرة وهل جميع العمليات تحتاج إلى طرفين؟ قطعا لا هناك عمليات تجرى على محتويات الأكموليتر ريجستر فقط ولا تحتاج إلى بيانات نستجلبها من الذاكرة ومثال لهذه العمليات Clear Accumulator أي صفر محتويات هذا السجل أجعلها كلها تساوي صفر أو Complement Accumulator بمعنى أوجد Once Complement لمحتويات هذا السجل أو Increment Accumulator زيد محتويات السجل بواحد زيد بواحد وكذلك Decrement أنقص بواحد هذه كلها أمثلة لعمليات تجرى على محتويات الأكموليتر ريجستر فقط ولا تحتاج إلى بيانات نأتي بها من ذاكرة الحاسب طيب كيف تجرى العمليات عموما في الحاسب؟ هذا ما سنشرحه في الشكل التالب هذا شكل يوضح مقطع لذاكرة حاسب فهذا هو الذاكرة ولهذا السجل Complement Accumulator Register كما نلاحظ في الشكل هناك قسمان في الذاكرة هذا قسم تعليمات أو البرنامج Program Section أو Instruction Section وهذا قسم البيانات Data Section أو Operance حيث نحصل فيه على ال Operance هذا المقطع لذاكرة فيها 4096 مكان مختلف للتخزين كما حسبنا قبل قليل وكل مكان للتخزين سعته 16 بيت لذا نكتب 4096 في 16 ميموري وقلنا أن هذه هي 4 كيلو بيت في 16 ميموري كيف تنفذ العمليات؟ هناك وحدة في الحاسب تسمى وحدة التحكم أو Control Unit هذه الوحدة تقرأ التعليمة الموجودة في قسم التعليمات من الزاكرة هذه التعليمة تقرأ تقرأ بواسطة وحدة التحكم ثم تستخدم الـ 12 بيتس الموجودة في جزء العناوين من هذه التعليمة للوصول إلى عنوان فيه الأوبراند تستخدم هذه الـ 12 بيتس للوصول إلى عنوان الأوبراند وليكن هذا هذا يقودنا إلى هنا حسب التشكيل المحددة الموجودة في هذه التعليمة من الـ 12 بيتس لنفرض أن هذا الموقع من الزاكرة كان 107 بالهكسة 107 بالهكسة عندما نفكها إلى بايناري نفك كل رقم بـ 4 بيتس ويصبح مجموعها 12 بيتس إذن التشكيل الذي وجدناه في هذا الجزء من التعليمة وطوله 12 بيت أخذنا مثلا إلى هذا العنوان 107 بالهكسة حيث نجد الأوبراند هذا هو الأوبراند وهو يتكون من 16 بيت نأخذ هذا الأوبراند بواسطة وحدة التحكم ثم نأخذ محتويات الأكموليتر ريجستر لنجري عليهم عملية ما هي هذه العملية التي نجريها؟ مرة أخرى وحدة التحكم تترجم التشكيل المكون من 4 بيتس الموجودة هنا لتحدد نوع العملية وتجري العملية على الأوبراند مع محتويات الأكموليتر ويطلع ناتج نفرد أن الأوبراند الذي أتينا به من الذاكرة وأن محتويات الأكموليتر كان يراد جمعهما إذن العملية جمع وحدة التحكم بالتعامل مع وحدة المعالجة المركزية تجري هذا الجمع فنحصل على ناتج هذا الرزل يتم تخزينه مرة أخرى إلى الأكموليتر إذن محتويات الأكموليتر الجديدة هي ناتج جمع محتوياته التي كانت موجودة أصلا إلى الأوبراند الذي تم الوصول عليه من قسم البيانات في الذاكرة وبذلك تكون العملية المراد إجراؤها وهي عملية الجمع في هذا المثال قد اكتملت وينتظر الكنترول يونت التعليمة التالية وإلى اللقاء في الدرس القادم